الرقابة على الاسعار والحجة الدائمة بان انا في اقتصاد حر رغم ان امريكا ام الاقتصاد الحر في العالم محدش يقدر يبيع اكتر من هامش ربح معروف الناس انك بتجري عشان تشتري الميا من الماركت ده مش ده البنزين من البنزينة دي مش دي لكن الهامش اللي بيتحرك فيه فرق السعر محدش يقدر يجي جنبه اه ده كلام معلمين بالبلد كده ده كلام معلمين ده اللي احنا عملين نقول اعمله سقف ارباح او ما يسمى اللي انا سمتها التسعير السقفية اه سعر استرشادي سعر استرشادي قول يا عمي مثلا انه سعر البنزين ده حيبقى من خمسة لخمسة ونص اه او من خمسة لستة لكن متبيعش زادة عن ستة ده الحد الاقصى اه على فكرة فرنسا نفس كلام موجود ايه محددين سقف للربح في البضاعة الفلانية في السلعة الفلانية لا يزيد الربح عن تلاتين مثلا او عشرين في المية اه لو زاد عن عشرين في المية طب نرقبته طيب يعني مفيش لعب طب ايه؟ انا عملينه ناشي ونضخ ونحط بحيث ان المعروض يبقى اكتر من المطلوب وماشي مجهودات عظيمة على فكرة العرض ده يعني الدولة حملت ده عشان ما تدخلش في اخناقه مع المعلمين دول انما انا بأمانة انا مشفق على الدولة جدا في المعركة دي لانه حتى لما جات سعر الرز اختفى اختفاءا قصريا اختفى بفعل فاعل لبس طاية الإخفة يا استاذنا وما قلعهاش لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي الرز مستخبي رغم ان احنا في موسم دخول الرز خبوه انا بقول بص من الاخر الاقتصاد الحر يتحول الاقتصاد مر اذا خلق من الضمير والاخلاق والامانة لا ما هو كمان لابده ان يكون هناك رقابة وقانون وردع يعني ثلاثة تانيين قدام الضمير والاخلاق والامانة الامانة دي مسألة شخصية عند كل واحد لكن الصين متعلموش غير اللي مكادش بيقف طبوك كان بالإعدام ياخد فى دماء كان بالإعدام الرجل بتاع كوريا ده بيدرب بالنبال ها يعني اللي يزعل معاه ولا يعني الحاجة مخالفة ولا بتاع ما بيعادوش لماء نقد ولا إبرام ولا استقناف بوم سلام عليكم عدم ناس قريبه وإخواته ومش عارف ايه وحاجات زي كده طب يعني هل بس احنا دولة برضه يعني ديمقراطية طب هل الجهات الجهات الرقبية اللي موجودة اللي هي الكتيرة قوي دي يعني مشو غدا بالها ولا عارف حضرتك عدد عدد مفاتيش عدد مفاتيش التومين مثلا اضرب كده رقم فى مصر قد ايه عدد مفاتيش التومين في مصر قاطبة كم واحد عشر تلاف بس يا رب يا رب يسبع مبؤك ربنا يا رب يمكن دي ساعة استجابة ألفين واحد خيل هذا البلد أقل من ألفين كمان وممكن ذا رقابة الإدارية برضو الأفراد معدودي على السواحي تعرف لابستونا ليهم طريقة حرب نوعية طبعا عشان حجم ما يعني يضبطوه إنما بالنسبة لدي انت بتكلم على كامل الأرض المصرية عارف ايه كم احنا ممكن بتكلم دلوقتي ممكن العدد يقل بكرة اطلعوا عشر تلاتين واحد معاش أو خمسين ستين واحد معاش طب ليه مش بيتواستعين ده يا فنم مفيش تعيين بدلهم ليه؟ في مشكلة في الحكومة مش عايز تعاين جديد عاستخلص من القديم أنا بتمنى يخلص بس يجيب جديد موضوع ده موضوع مختلف مش كل الحكومة زي بعض اللي قاعد على مكتب وما عندوش شغل الإدارة فيها خمستاشر ممكن تلاتة يعملوا الشغل ده حسابه غير النقص الشديد زي ما عملنا في المدرسين مش عملنا مسابقة وعيننا مدرسين في خطورة في خطورة انت حتتحول من بلد متعلمة إلى بلد جهلة طب والألفين مفتش دول يعني تمام بس يعني تمام شغلين نار هفترض بقى انت بقى مش عندك ألفين عندك 200 ألف مفتش لا تستطيع ان تراقب ليه بقى خاصة فيما تعلق بالأسعار القانون بيحظر على الدولة بكامل قيادتها من أعلى حاجة فيه سلة القيادة في مصر إلى أدنى مستوى بيحظر عليه في تحديد السعر قانون يقول له لا ما تحددش السعر للمنتج طب يا عمي ولا جبري يقول لك لا ولا جبري ولا ولا استرشادي ولا عادل ولا سعاد هو بص ولا عادل ولا سعاد ولا أي حاجة ليه يقول لك لا ده انت الاقتصاد حر يا عم ده بقى اقتصاد مر لازم حتى نعمل سعر استرشادي لازم نعمل زي الأمريكان اللي عملوا الاقتصاد الحر مش الأمريكان دولا بتوع الاقتصاد مش هم دولا الليبرالية الاقتصادية العالمية اللي مش عارف ايه هما دولا مش بيعملوا ده بيعملوا بيعملوا لأنه عارفين إني فيه جموح عند النفس البشرية النفس البشرية تسعى إلى الأكثر تسعى إلى تكسي يا الرجل اللي خده مليار ربعمائة مليون ده هو ده محتاج تعرف ده أفانا على أصبعه أقولك ليه أفانا على أصبعه كان استهلاك العلف شهرياً تسعمائة ألف طن بقى خمسمائة ألف طن دلوقتي ليه؟ لأن في خمسين في المئة من بتوع الدواجن المزارع الصغيرة خرجوا من السوق ومطلوا يشتهلكوا على يا ابن العبيطة ده أنت قفلتها على أصباعك أنا أسف إن أنا أقولت كده يعني أخطر قفلها على أصباعه أخطر من مخاطبة الضمير والعقل طيب أقولك الحاجة طيب الحاجة على الناس على أرواح الناس أعرف أعرف أستاذنا أنا أعتبر لتجار ومخدرات دول خايبين وهوبل أه بالمقاردة لو راح يشتغل في العلف ولا مخاطرة ولا مشاكل ولا دلع ولا أقبض عليه ولا مفتش عليه ولا نعمل ولا مخدرات رايحة ولا مخدرات جاية ولا الكلام الفاضي ده ده بتاع المخدرات يبقى حمارة واشتغل في المخدرات ده يشتغل في الحدودة دي أحسنه في حد في العالم بتاع سلاح بتاع مخدرات يقدر يكسب في شهرين ثلاثة مليار وربعمائة مليون ما حدش قاله من أين لك ولا حد بيقول ولا وانا بقول إن الدولة يجب أن تعتقل الناس دي بشكرك لأنه ده مالوش حال أنا بشكرك شرفتنا أهلا بشكر حضرتك وإن كنا لم نتحدث كثيرا عن موضوع الأوكازيون لكن تحدثنا عن الهم الكبير الباعث ده الأهم لموضوع المسكنات اللي زي الأوكازيون والمنافذ والزيادة العدد رايحين على خير إن شاء الله البلد فيها خير المكان ده مشت فيه ستنا ماريا وسيدنا عيسى والعائلة مقدسة وسيدنا موسى عليه السلام ربنا كلمه هنا هنا جمعى البيت النبي ودعونا وإحنا استقبلناهم واحتضلناهم مسيحيين ومسلمين البلد فيها خير إن شاء الله مش هتروح شكرا جزيلا يا فندي مستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية الموطنون ضد الغلاء شكرا جزيلا لحضراتكم أيضا شكرا جزيلا نتقابل بكرة إن شاء الله